إذن هذه الصور كانت مباشرة من الشؤون الجنوبية لأننا اليوم نبثل لكم صور حية وتقارير وضيوف أيضا تحدثوا عن هذه المنطقة الخصبة الجميلة على كل حال نحن وعدناكم بفقرة خاصة بالمسرح ومباشرة سنحكي عن هذه التجربة المسرحية التي الآن بلش عرضها في العاصمة عمان تحديدا على مسرح عمون نحكي عن مسرحية اسمها عميان في عمان وبسرنا اليوم يكون معنا الكاتبة نور رواشدة صباح الخير يا نور أهلا وسهلا فيك والأستاذ مخرج هذا العرض أستاذ محمد الختاتنة صباح الخير وأهلا وسهلا فيك مبروك إتمام هذا العرض وعرضه أبلش معاك يا نور نتعرف على ثيمة العرض وفكرته والأفكار الرئيسية التي حبيت توصلها من خلال نصك المسرحية مسرحية تميان في عمان هي مسرحية اجتماعية كوميدية من إخراج المخرج المبدأ طبعا الأستاذ محمد الختاتنة ومن إنتاج الأستاذ أحمد الرواشدة عميان في عمان ناقشت العديد من القضايا الاجتماعية في إطار كوميدي سياسي من هذه القضايا التي ناقشتها قضية الواسطات وقضية المواهب الشابة الضائعة الذاهبة سدى أيضا قضية المتصلقين على الحالة أو المشهد الثقافي الأردني الذين لا يمتون له بصلة ركزت وصلتت الضوء أيضا على تأثير التكنولوجيا على عقول شبابنا في هذه الأيام ناقشت هذه القضايا بقالب كوميدي حتى يسهل وصولها إلى المتلقي طبعا عادة القوالب الكوميدية أو الشكل الكوميدي للمسرح يعني بوصل بشكل مؤثر على الأقل بشكل أكبر الأستاذ محمد يعني كيف تعاملت مع هذا النص بالنهاية أنتوا فريقي يعني عم بيشتغل كممثلين كموسيقيين كمخرج كيف تعاملت معه وكيف طرحته مسرحيا أو يعني قدمته مسرحيا أول شيء الفكرة عجبتني نعم أنه كمان هي ناقشت فكرة الهجرة من القرية إلى المدينة نعم أنه معظم الناس صارت تتجه العمان عجبتني الفكرة وعجبتني طرحت فيها أكثر من موضوع حتى هو صحيح القالب كان اجتماعي لكن دخلنا شوية سياسة لأنه حتى اللي قمت الخبز فيها سياسة الأيام طبعا تفاصيل موضوع بالضبط هو الموضوع كان جميل اشتغلنا أسلوب مسرح جديد فيه طرحنا يعني حتى طرحنا مواضيع جديدة أفكار جديدة موضوع جديد وقالب جديد نعم كيف القالب الجديد يعني شو الإشي اللي ممكن هلأ ناس عم تسأل بدنا نروح نحضر هذا العرض شو هو الجديد بهذا الموضوع يعني الكوميديا دخلت فيه نوع من أنواع العبثية دخلت فيه المسرح إشي من المسرح الجاد حتى حتى يعني حتى المسرحية تكون تصل لكل الشرائح المجتمعية يعني يقدر الإنسان البسيط بالضبط حتى المثقف يقدر يشوف منظر جميل وشيء جميل ومحتوى مهم نعم صحيح نعم نشوف مشاهد يعني من هذه المسرحية وأنا بجوز داما سؤال بوجهه للكاتب أي كاتب مسرح وأقول قدي بحس أنه يعني قدم على المسرح كما رآه هو على الورق وهو عم بكتبه قدي بيكون راضي أو مرات مش راضي وهذا بيستلزم منكم بجوز كان إنكم تعدوا مع بعض فترات طويلة تناقشوا كيف ممكنين عرض هذا النص على المسرح نور تحكي لنا عن تجربتك الموضوع طبعا عندما يكون وراء العمل مخرج مبدع وقادر سيكون في النهاية الكاتب راضي عن نصه ببساطة شئيبة سيكون راضي عن نصه وسيفرح جدا عندما يتجسد هذا النص على المسرح مين كان معكم من الموثلين ساذ محمد عم نشوف نخبة يعني من الفنانين الغريب بالموضوع أنه معنا تقريبا إحنا الكاس شطات 17 واحد وهي الشغلة غريبة المسرح الأردني دائما ما بتعدى يعني خلينا نحكي على وجه الأموم ما بتعدى من 6 إلى 7 إلى 8 نعم احنا كنا حوالي 6 إلى 17 حتى نقدم عمل كامل متكامل بكل عناصر المسرح شو كان الهدف من زياد عدد الموثلين هو بيحتاج النص لهذا العدد نعم لأنه عدم تكرر الشخصيات أنا ما حبيت دخل الشخصية نفسها مرة يكون دكتور ومرة يكون مهندس ومرة في شخصيات كتير العمل يعني بزبطة بس إدارة هذا العدد من الموثلين كمان تحدي بالنسبة للمخرج كان صعب علينا بس تعاون الشباب كانوا متعاونين كانوا حابين يشتغلوا حبك للعمل في ناس لأول مرة كيف في ناس لأول مرة بظهروا على المسرح عندي تسعة لأول مرة هذا تحدي جديد أيضا مين الأسماء المعروفة أستاذ محمد عندي الفنان فهد الهوادي نعم وعندي محمد القضاء وعندي والله كمان اسم ثاني يوم مكثار إذا ما خانتني في صبايا يعني كمان نشوفنا ممثلات أيضا كل جديد كلهم وجوه جديدة كلهم وجوه جديدة لأول مرة يعتلوا خشبة المسرح هو الحلو كمان أنه بدنا نعطي هاي النص نفسه عم بيقول يعني المقولة هاي أنه بدنا نعطي فرص لوجوه جديدة لطاقات جديدة وجوه هذا يعني حتى داخل العمل عم نلمسوا عم تعطوا فرصة للشباب صغار نور الكاتب اللي بكتب مسرح تحديدا بيشوف ردة الفعل مباشرة مو مثل بكتب رواية ولا بكتب قصيدة شعر هو عم بيشوف بعيون الناس قديش هم متأثرين أو غير متأثرين كيف عم تلمسي هذا الأثر حاليا عم تنعرض المسرح طبعا كان العرض يوم السبت الماضي افتتاح بالضبط العرض الافتتاحي كان العرض رائع جدا وجمهور نخبوي ورائع جدا من شرائح مختلئ فهم المجتمع أحسست بطعم النجاح أحسست بدمعة الفرح وهي تنزل من عيني كان شعور جميل جدا أن يرى الكاتب عمله أمامه ويرى أيضا قبول وتقبل الجمهور لهذا العمل والتفاعل معه لم يتوقف الجمهور عن الضحك وعن التصفيق بالضبط الحمد لله فكان عرضا ناجحا جدا وبإذن الله تتوالى العروض انتو نوين نظلكم تعرضوا لطالما هناك إقبال على السبت لا نعرض على طول المسرحية مدة سنة كاملة نعم نحن كمان ممكن نلثيها المملكة كاملة يعني نحن ممكن نصل للناس اللي لا يستطيعون أن يصلنا فأنه موضوعنا كله اللي هي الهجرة العمان لأشان يجي اللي بدو يجي من معاهم بدو يهاجر برضو بديو هاجر العمان انتو بدكم تهاجروا لعندهم فأحنا بننهاجر لعندهم نعم أنا بتمنى لهذا العرض كل التوفيق إن شاء الله يعني ما بعرف إذا فيك إضافة تحكي عنه إذا في عناصر موسيقية حدا عملو لكم اشتغلكم السينوغرافيا يعني إذا بتشكروا حدا من اللي تعاونوا معاكم بالموضوع طبعا معانا السينوغرافيا في معانا الأستاذ باسم خليل في معانا موسيقى الأستاذ حسن في معانا السينوغرافيا قلنا الأستاذ باسم خليل في عندك الدكور كمان الأستاذ علي طبعا إحنا كاستنا يتعدل 25 واحد ما شاء الله فريق كبير يعني طبعا عشان نطلع بعمل يليق يعني عندنا جمهور ذكي طبعا وجمهورنا صعب لا تحترم مستوى وجمهورنا ما يعني 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 لا تستطيعي يعني أنك تقدمي شيء ما بعجبه طبعا فإحنا كنا دقيقين جدا نحن تكون على قدر مسؤولية تقديم عمل مسرحي نور فكرة بعمل آخر ولا هلأ اكتفيتي بهذا العمل وفي شي جاهز قريبا نعم يوجد نص منو دراما بعنوان ضلع أعوج هذا النص من تعليفه ومن إخراج المخرج المسرحي محمد خطارنا نعم ومن أداء الممثلة الشابة دارنا وبإذن الله قريبا سيكون العرض حلو إن شاء الله الله يوفقكم يا ربي الله يوفقكم نورة واجدة شكرا ألا عفو وإلى أستاذ محمد شكرا جزيلا لوجودكم معنا وتوفيق إن شاء الله شكرا الله يصدقكم شكرا هذا البرنامج اللطيف الله يخليك شكرا جزيلا لكم وإحنا بعد فاصل كثير قصير نرجع لكم منتابع فقراتنا لهذا الصباح شكرا